اشتركوا في القناة المستمر وجرح التهجير والتدمير يراد له أن يتوسع فكان لمن توعدوا بأن تبقى أصابعهم على الزناد أن يعلنوا التالي الجيش الحر يجمد أي محادثات تتعلق بمحادثات أستانة فلا لقاء دون أن يلتزم النظام بالاتفاق ولا اتفاق إذا ما تغير أي شيء في الميدان وفي الميدان خروقات أزعت في غالبها على إيران والنظام وقليلها على روسيا وأمريكا التي غابت عن الاتفاق حضرت بما بعده فقصفت من جديد مقرات لجفة فتح الشام خلال أقل من يومي أما إيران فسنخصص لها محورنا الثاني من النقاش فمستشار المرشد يعلنوا أن حزب الله لن يخرج من سوريا الخارجية الإيرانية تقول أنها لن تسمح بتحول سوريا إلى مناطق نفوذ بين الدول وبأنها حريصة على وحدة سوريا فهل الأمر كذلك أم أنها تخشى على مناطق نفوذها خشية أن يسرق مجهودها الدموي أحد هي ليست إلا رسائل تحذيرية لمن يهمه الأمر في موسكو وأنقرة وللحديث دائما تتم وتقصد أهلا بكم استاذة طيران التحالف الدولي مقرا لجفة فتح الشام في ريف إدلب ما أدى لبقتل قرابة 25 شخصا وهم جميع من في المقر إلى ذلك أعلن الجيش الحر تجميد المحادثات المتعلقة بمفاوضات الأستانة أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم تنفيذه بالكامل بسبب استمرار خروقات الميليشيات الإيرانية والنظام نذهب للتفاصيل تمضي المساعر الروسية التركية لتعبيد طريق أستان الكزخية بينما تواصل إيران إلى جانب النظام تفخيخ ذلك الطريق بالعرقيل والعقبات فمنذ أن أبصرت النور والميليشيات الأجنبية والنظام يمارسان الانتهاكات والخروقات للهدنة الوليدة في أماكن متفرقة من سوريا وتحديدا في منطقة وادي برد بريف دمشق والغوطة الشرقية لهذا يعلن الجيش الحر تجميد المحادثات ذات الصلة بمحادثات أستان المرتقبة حتى تنفيذ شروط وقف إطلاق النار بالكامل الفصائل المقاتلة أشرت إلى أن الإخلال بالبند الجوهري في الاتفاق يجعله بحكم المنتهي في إشارة إلى محاولة إحداث تغييرات في الميدان في منطقة ريف دمشق وهنا لا بد من التساؤل عن دور الضامن للنظام وهي روسيا حول مدى قدرتها على إلزام الإيرانيين والنظام بما تم الاتفاق عليه لكن المعضلة أن الضامن للاتفاق يقوم بنفس الوقت بانتهاكه حيث بعثرت روسيا بعض أوراق الاتفاق الهش من خلال قصفها لمناطق بأرياف إدلب واللاذقية الأمر الذي ولد شكوكا بمدى نجاحه وهو ما يعني فشل المساعي التركية الروسية بعقد محادثات أستانا كون الممهد لتلك المحادثات الالتزام بقرار وقف إطلاق النار كما أن تنصيب روسيا نفسها كلاعب أوحد على الحلبة السورية بعد تراجع الزخم الأمريكي في المنطقة دفع بها إلى تغييب واشنطن وتجاهلها الأمر الذي أثار توجسا من وجود نوايا مبيتة لموسكو تسعى من خلالها لنسج حل سياسي يناسب مقاساتها وهو ما من شأنه إعادة الأمور إلى نقطة الصفر لم يقتصر أمر الخروقات على النظام وإيران وروسيا فبعد تجاهلها واستبعادها عن طاولة المشاورات المتعلقة بسوريا تقوم طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للمرة الثانية خلال أيام بقصف أحد مقرات جبهة فتح الشام بريف إدلب ما خلف عشرات الضحايا فهل يمكن القول أن واشنطن أرادت توجيه رسالة إلى موسكو مفادها أنها موجودة على الأرض ولا يمكن استبعادها بهذه السهولة سأناقش هذا الملف مع ضيوفي الدكتور سلطان حطام مدير دار العروبة لدراسات سياسية ضيفي من العاصمة الأردنية عمان مساء الخير دكتور سلطان كذلك الأستاذ بسام جعار الكاتب معارضة السوري ضيفي من لندن أهلا بك أستاذ بسام ورحب مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي ضيفي من سكايب أهلا عبر سكايب أهلا بك أستاذ مسلم وسينضم إلينا في الستوديو الأستاذ محمد زهد جول كاتبون ومحللون سياسي أهلا بكم جميعا أبدأ معك أستاذ مسلم على مبدو لن يكون هناك أستانة كما ترضاها الروسيا هذه المرة هناك شروط وشروط واضحة من الجيش الحر لا أستانة من غير وقف كامل وضمان روسي لما يحدث من خروقات بسبب النظام والميليشيات الإيرانية مساء الخير إليك ولمشاهدينك ولمضيوفك نعم طريق أستانة وليست سهلة وليست معبدة ولم تنجز كل الانتفاقات خاصة لوقف أطلاق النار وهذه الفترة هي فترة تبادل رسائل من كل الأطراف قبل الوصول إلى أستانة الكل سيذهب إلى أستانة خاصة وأن إذا عرفنا أن روسيا وتركيا هما الضامنان لهذه العملية ولهذه المرحلة الانتقالية الوصول إلى أستانة تركيا تستطيع أن تفرض على 70% من المعارضة ونستثني بعض المعارضات الإرهابية وروسيا تستطيع أن تتحدث بإسم السلطة الشرعية في سوريا وخلفائها إذن الأستانة ستتعقد ولكن ماذا سيحدث في الأستانة؟ هذا موضوع آخر كيف سنصل إلى الأستانة؟ هذا ما يسعى إليه ويعمل عليه حاليا الخلقات الطبيعية هناك 192 فصيلا لا نستطيع أن نضمن كل هذه الفصائل أن تلتزم في نفس الوقت خاصة وأن هذه الفصائل فيما بينها متصارعة متناقضة لها رؤية مختلفة ولكن بالمحصلة كلها ستلتزم بالقرار التركي باستثناء من يتبع إلى الدول العربية التي ما زالت هي تعتبر نفسها خارج هذا الاتفاق رغم أنها مدعوة لحوار الأستانة نعم لكن بالمقابل الأستاذ بسامج عارة ضيفي الأستاذ مسلم تحدث عن هذه الفصال في مخصف الثورة لا أعلم إذا تناسى أن هناك التي تسبب خروقات الميليشيات الإيرانية وهذا شيء واضح باعترافهم هل تتوقع أن يستمر تجبيد الأستانة أم لا؟ وما الدلائل على ذلك؟ أستاذ بسام عندما قالت روسيا اسمح لي أول عندما قالت روسيا أنها تضمن بشار والميليشيات الطائفية كنا نتساءل من يضمن روسيا روسيا اعتادت على الكذب منذ دخولها الأرض السورية قبل سنة وثلاثة أشهر منذ أسابيع قالت أنها توقفت على القصف منذ خمسين يوما وكان الطيران الروسي لا يوفر أي هدف مدني على الإطلاق ما يجري الآن ليس خروقات بل عمل ممنهج بتوجيه من روسيا لا يستطيع بشار ولا الميليشيات الطائفية أن تخلق وقف طلاق النار إلا بموافقة روسية هم يعرفون تماما أنه إذا حردت روسيا وتوقفت عن قصر الجوي سيكون مصيرهم الهلاك كما جرى عندما توقف الطيران الروسي بضعة أيام بمعنى آخر كل ما يجري هو بتوجيه روسي ضيفك عم يتحدث عن منظمات لا أحد يستطيع أن يسيطر عليها من يقصف إدلب اليوم طيران روسي طيران نظام نمي يتوقف عن إلقاء البراميل على عين فيجي هل يريد ضيفك أن يقول أن فتح الشام هي من يقصف بالبراميل من اليوم يعني من هو الذي يشن هجوم جوي وبري على بلدات وقرى ودي بردة الأمر واضح ومكشوف في كل مكان في ريف حلب الجنوبي في درعة في الغوطة الشرقية في كل مكان رح أقول ليش أنا روسيا تعتقد أن ما جرى في حلب لا يكفي لإرغام المعارضة على الذهاب إلى الإستانة والتوقيع على صحيح استسلام هي تعتقد أنه لابد من تحقيق انتصارات عسكرية أخرى الافتلاع على المزيد من المناطق ربما يكون ذلك مقنعا للمعارضة لكي توقع على اتفاق الإستانة ولكن ضيفك بيعرف تماما سنة وثلاثة شهور من القصف الروسي لم يرغم الشعب السوري على القبول ببقاء بشار هناك مسعى روسي واضح للحسم العسكري ثم جلب المعارضة جلبا إلى الأستانة ماشي دكتور سلطان هل تؤيد ما تفضل به الأستاذ بسام جعارة بأنه لا أحد يستطيع أن يقوم بأي خروقات أقصد الميليشيات الإيرانية والشيعية في سوريا ونظام الأسد إذا كان الضامن الروسي هناك من يقول بأن موافق روسي واضح على هذه الخروقات وأيضا هو دور تقوم به إيران الآن أريد أن نفرق بين موقف روسيا وموقف إيران وأعتقد أن إيران تشاغب على الحل حتى وإن جاء عن طريق روسيا فإيران ليس لها مصلحة في وقف إطلاق النار في سوريا وبالتالي هي تريد أن تغرس مزيد من أظافرها وأنيابها في الجسد السوري لتقايد عليه كورقة سياسية إذا انفراط الاتفاق النووي الإيراني إذا ما فرطته الإدارة الأمريكية وأنا هنا أريد أن أقول أن إيران موجودة على الأرض روسيا موجودة في السماء في الجو وإيران قامت بتغيير البنية الديمغرافية لكثير من المجتمعات السورية في القرى والمدن والأرياف وبالتالي عندما يقول حزب الله أنه لن يرحل هو يعتمد على بعد سياسي وأمني وعسكري إيراني أنا أعتقد أن روسيا وإيران سيفترقان عما قليل لأن روسيا هي مقاول صغير مقاول من الباطن لصالح السياسة الأمريكية التي ستعود حين تبدأ القسمة إلى الواقع وسوف تنصرف روسيا لاحقا بعد أن تنجز كل هذا الذي أنجزته لصالح هذه السياسات وبالتالي أنا أعتقد أن إيران التي سوف تعيد خلط الأوراق مجددا ولم تسر الحرارة في أستنى التي تصل درجة حرارتها كنت من قبل قد زرتها تصل درجة حرارة الآن إلى 25 تحت الصفر وبالتالي لن يصلها الدفع لأن روسيا تريد أن تبقي القضية السورية مجمدة وتريد أن تبقى إيران تعبث بهذه القضية لن تمكن إيران روسيا من أن تنجح حتى وإن كانت شريكا لتركيا في محاولة وقف اطلاق النار طيب ماشي أرحب بضيفي الآن وصله أستاذ محمد زاد تقول أهلا بك أستاذ زاهد طيب السؤال الآن هناك من يقول بأن تركيا هي الضامن مصطلح آخر الضاغط على الفصائل الثورية هي من تروج لنجاح الأسيتانة لكن الآن الجيش الحر يعلن تجميد هذه المفاوضات بلأك لا سيكون هناك دور تركي ضاغط من جديد على هذه الفصائل أم لا أعتقد الأصل فيها أن لا يكون لأن هناك مرجعية واضحة سواء القرار الذي صدر في مجلس الأمن من جهة وكذلك الخطاب السياسي التركي من جهة أخرى يعني أيضا إذا كنا نتحدث عن تركيا وأن لها دور في المسألة السورية وأن لها دورا في الثورة السورية فمشروعيتها مصداقيتها وأعتقد أن مصداقيتها تأتي من خلال عدم الضغط في الوقت الراهن على المعارضة ما لم يكن هناك تطبيق بشكل مباشر لوقف إطلاق النار هذه نقطة أساسية جوهرية حسب اتفاق وقف إطلاق النار وتحققه على الأرض بعد أن يستمر شهرا كاملا يتم الحديث عن مخارج سياسية يعني المقصود حقيقة ليس الذهاب إلى المفاوضات أو المحادثات من أجل المحادثات أو المفاوضات إذا كنا نتحدث عن محادثات جدة ونريد أو يريد الأطراف المعنية حقيقة الخروج منها بنتيجة أو نتائج ملموسة بإمكانها أن تتحقق على الأرض فبإمكاننا أن نتحدث إذن عن قبل كل شيء تحقق وقف إطلاق النار الذي من خلاله يجب أن ينبثق ما يمكن تسليمته بالرؤية السياسية بمعنى لسماء وزير الخارجي التركي خروقات محددة يعني ربما الآن هذا خطاب دبلوماسي لكن في النهاية اسمها خروقات وحتى لو كانت محدودة فإنها في النهاية تؤثر على الشكل بشكل عام الصيغة بشكل عام وبالتالي يجب أن تتوقف هذه الخروقات وبالتالي يمكن التفاهم يعني إذا كانت تريد حقيقة روسيا من تركيا أيضا أن تكون كطاغطة أو لاعبة كدور سياسي في هذه النقطة فيجب عليها أن تضغط هي في المقابل على ما يمكن تسميته بحلفائها سواء النظام أو الميليشيات الإيرانية أو الميليشيات اللبنانية وغيرها من الميليشيات التي هي من تقوم بخرق الهدنة يعني روسيا التي استطاعت أن تستصدر قرارا من مجلس الأمن فيما يتعلق باتفاقية حلب وهي التي عمليا أنجحت بطريقة ما من خلال ضغطي على الميليشيات ومن خلال ضغطي على النظام إنجاح اتفاقية حلب فهي بإمكانها مرة أخرى إن أرادت حلا سياسيا فما فائدة الذهاب إلى كازاخستان لنفترض أن تركيا ضغطت والكل يجتمع في كازاخستان على ماذا سيجتمعون وماذا سيتحدثون هذه نقطة مهمة أستاذ مسلم السؤال الأهم من ذلك لا نعلم إذا كان هناك خلافات بين إيران وروسيا لكن الحديث هل روسيا غير قادرة على الضغط على الميليشيات الإيرانية لوقف الخروقات غير ضغط على الميليشيات اللبنانية لوقف الخروقات وكذلك على نظام الأسد أم هي تنسق معهم هذه الخروقات طبعا أرجو أن تضع بعيني الاعتبار بأن إيران اعترفت أنها تقوم بالخروقات وستدخل عند الحاجة اتفضل أولا ليس صحيحا أن روسيا هي تضغط أو روسيا لا تضمن الخروقات حسب المعلومات التي تريدها الوسائل الروسية والجيش الروسي تأتي من بعض الفصائل المسلحة وليس من النظام ولم يعترف أحد أنه خرق لا من الفصائل المسلحة ولا من النظام لا لا إيران يتحدثوا أستاذ مسلم إيران يتحدثوا يعني تصريحات واضحة بإمكانك أنك تراجع القنوات الإيرانية بإمكانك تراجع تصريحات حسن نصر الله جميحها واضحة وتحدثوا بأنه إحنا دخلنا على سوريا ليس بناء على أمر من روسيا يعني كانت واضحة يعني ما في داعي أنه إحنا تتحدث لم تخرج هذه التصريحات لم يكن هناك روقات لم يخلق واضحة بالسياسة الموقف الذي أعلنته إيران ويعلنه حزب الله في لبنان وهو موقف موحد منصق مع روسيا وليس مجالا لدخول بنقاشات حول الخلافات هناك طرفان في سوريا يختصران بروسيا وتركيا وكل منه يضمن جماعاته حاليا المشكلة تكمن أن عدد الفصائل التي ستلتزم بوقف إطلاق النار عدد كبير جدا يتطلب وقتا من أجل إيصال هذه المعلومة والنقاش معها وهذا ما تتوله تركيا وأعتقد نتيجة لعلاقات تركيا الجيدة مع أغلب هذه الفصائل وارتباطها بها ستنجح بهذه الخطوة وسينتقل العمل إلى الأستانة ليس هناك بكل الطرفين أي خلافات جوهرية إنما هناك تفاصيل دقيقة تحل ميدانيا وستنتقل العملية حكما إلى الأستانة حيث ستنتج بداية لحل سياسي نتمنى من كل الذين يتحمسون من المعارضة السورية أن ينتقلوا إلى واقع جديد أن بسوريا الحل سيكون سياسيا فقط بعد الآن لا إمكانية للحل العسكري وهذا ما تتبنىه روسيا ووفقت عليه تركيا وفي الاتفاق أو بالأحرى في الاجتماع الثلاثي الذي عقد في موسكو بحضور إيران أيضا هذه كانت الوصيقة الأساسية أن في سوريا حل سياسي على خلفية وحدة سوريا الجغرافية والسياسية والعلمانية ماشي لكن أنت تدرك تماما أستاذ مسلم بأنه لن يكون هناك أي اتفاق مع وجود الغياب الأمريكي وهذا شيء واضح الغطال الأمريكي يجب أن يكون يوافق كل هذه الاتفاقات وهذا سؤال للأستاذ بسامج عارة نلاحظ الآن أستاذ بسامج عارة الأمريكا تعود برسائل تقصد فتح الشام هذه المرة هناك من يقول أمريكا كانت وراء الضغط على تغيير اسم روج آفا هناك من يقول بأنه ربما أمريكا تقوم بالاتفاقات مع إيران لأن هدفها واحد هو عدم إنجاح الأستانة تؤيد أن ترفع يعني اسمح لي قبل إجابة بس وضح مسألة روسيا لم تختار الحل السياسي هي اختارت الحل العسكري وبعد ذلك التسوية هناك فرق كبير بين تسوية تريدها روسيا وبين حل سياسي يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري أو بعض هذه التطلعات روسيا تعتقد أنها استطاعت بعد سنة وثلاث شهور وبعد احتلال حلب أن تفرض التسوية فرضا وعندما أدركت أن هناك أصوات تعارض للإستانة أيضا أوعزت لحلفاء بهذه الانتهاكات التي نتحدث عنها اليوم ضيفك عم يقول المنظمات الثانية أنا بتذكر ضيفك أنه في أكثر من أربعين فصيل شيعي مليشياوي هل تستطيع يعني روسيا أن تقول أن هذه المليشيات لا تفعل أي شيء الآن على الأرض من هو الذي يهاجم عين الفيجة ووادي برده من هو الذي يلقى البراميل من هو الذي قصف أدلب اليوم أليس الطيران الروسي سأقول أمر آخر القصف الأمريكي اليوم لجباة النصرة هو نتيجة طبيعية للاتفاق الروسي الأمريكي الذي وقعه كيري في موسكو قصف جباة النصرة أو فتح الشام لم يتوقف طيلة الفترات السابقة توقف قليلا ثم عاد هناك قصف يقال أحيانا أنه مجهول ولكن نعرف تماما أنه قصف أمريكي بمعنى لا يوجد تعارض روسيا تقوم بدور وظيفي أوكلته لها أمريكا بكدلك تماما لا يوجد أي خلاف روسي أمريكي وحتى الخلاف الإيراني الروسي هو خلاف مؤجل الآن عندهم عدو واحد هو الشعب السوري ولكن عندما تفرض التسوية كما تعتقد موسكو سيبرز الخلاف الروسي الإيراني لأن روسيا حليف استراتيجي لإسرائيل وليس لإيران وبالتالي سيبدأ الخلاف بعدها أما الآن فلا يوجد أي خلاف على الإطلاق ومرة أخرى أقول لا يجرؤ بشار الأسد على قصف أي منطقة إلا بموافقة روسية روسيا تعرف تماما من هو الذي يقصف وهي من يعطي الإعاس بالقصف لتحقيق المزيد من الضغط العسكري لا أريد أن أقول جملة أخيرة تفضل روسيا في مأزق حددت ثلاثة أشهر لتنفيذ مهمتها العسكرية في سوريا وفشلت نحن اليوم بعد سنة وثلاثة أشهر لا تستطيع الاستمرار في الحل العسكري لأن اقتصادها تعيس لا تملك لا موارد ولا قدرة على استمرار القصف وبالتالي تريد الآن إنجاز تسوية تحقق إبقاء النظام وهذا الأمر لن يكون ولو استمرت روسيا أربعين عاما في سوريا طيب دكتور سلطان هناك نقطة مهمة الآن كيف تقرأ الدور الأمريكي غائب فعلا مهمش أم لا أين يكمن ما هي الرسائل التي وجهها ليس غائباً الدور الأمريكي فوض روسيا للقيام بمهمة المقاول من الباطن هذا مشروع تدمير الشعب السوري وخدلانه منذ أن وقع الاتفاق الأسلحة الكيموية مع النظام أدارة الولايات المتحدة الأمريكية ظهرها للشعب السوري وخذلته لأنها لا تريد أن تستمر في هذا الصراع بشكل سافر حرصاً على بعض حلفائها العرب في أن تخوض قتال ضد الشعب السوري وأنها توقفت عن معادات النظام حتى سياسياً وباللافظ أوكلت هذه المهمة القذرة لروسيا هذا المقاول الصغير من الباطن الذي يريد أن ينجز هذه المهمة ثم ينصرف بعد أن تكون سوريا قد يعني تمزقت يعني هناك من يطرح هناك دكتور سلطان يعني هل روسيا الآن دورها فقط مرتزقة في سوريا فقط مرتزقة الروس نعم نعم هي تنجز وإلا لما سمح لها أن تقترب كل هذا الاختراب من البحر المتوسط إذا كان الاتحاد السوفيتي بكل قوته لم يستطع ندهك هذه المنطقة وقف أمريكي وبالتالي يعني لن يسمح لروسيا إلا باتفاقيات غير معلنة وبالتالي هناك إسرائيل هناك لاعبين لم يسموا أنفسهم بعضهم ظاهر وبعضهم باطن هؤلاء هم الذين يعطلوا وقف اطلاق النار حتى لو رغبت روسيا وتركيا في أستنى بأن يقف اطلاق النار هناك لاعب علني اسمه إيران ولاعب مخفي اسمه إسرائيل الطرفان لم يأتي على ذكرهما أحد ولكن هذين الطرفين لن يمكن الأطراف الأخرى إلا إذا جلسوا إلا إذا كانت لهم أدوار مسمى وفعل مسمى وبالتالي لم تصل روسيا إلى سوريا ولم يحلق طيرانها في سماء سوريا إلا بتفوض إسرائيلي وبموافقة إسرائيلية رتبت الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي سأظهر ذلك كله لاحقا وبالتالي أنا بأعتقد أن الأوراق مختلطة لن يكون هناك وقفة اطلاق النار سيستمر الصراع إيران تريد أن تقاتل إلى آخر سوري على الأرض السورية لأنها تريد أن توسع مراتك نفوذها وأن تصل لبنان والعراق وأن تشكل الهلال السياسي لو أريد أن أقول الطائف لصالحها فهي موجودة في اليمن موجودة في لبنان موجودة في سوريا وموجودة في العراق وما لم تصح الولايات المتعدة على الدور الذي أعطته عرفت أم لم تعرف لإيران ما لم تصح في إعادة الضغط على إيران بوسائل مختلفة أبرزها الاتفاق النووي الذي يمكن أن تعيد الولايات المتعدة في زمن ترامب فتح ملفاته فإن إيران ستبقى تستشري في المنطقة وستحكم قبضتها علي أيضا بتفويض أمريكي طيب ماشي إذا كان هذا دور لأمريكي لروسيا تم تحديده السؤال الأهم ربما أطرع عليك دائما هذا السؤال بأن تركيا لا تثق في الولايات المتحدة الأمريكية لكن هل تثق في روسيا هل هي قادرة على الضغط على الروس لوقف الخروقات التي تتم الآن أنا أعتقد أن قراءة ضيفكم للموقف الروسي حاليا على الأقل غير صحيحة بمعنى أن الحل العسكري كما قال بسامج عارب بشكل واضح أنه لن يكون لصالح النظام حتى لو بقي الروس في سوريا أربعين سنة هذه حقيقة الروس ليسوا أغبياء باتوا يدركونها بشكل واضح وصريح وبالتالي الروس الآن أخذوا من سوريا ما يريدون في قناعته استطاعوا أن يكونوا لأنفسهم أولا قواعد عسكرية وليس قاعد عسكرية قواعد عسكرية واستطاعوا أن يتوغلوا داخل المنظومة العسكرية السورية القائمة في الوقت الراهن قاعدة حميمين تحديدا في الوقت الراهن هي تعتبر أهم من قيادة الأركان السورية من يذهب من يستدعى إلى قاعدة حميمين من الجيش العربي السوري كما يسمى يذهب إلى دون مساءل ودون أن يستأذن ولا يحق لمرؤوسه أو لرئيسه أن يسأل هذا الضابط أو العقيد أو اللواء أن يسأله لماذا ذهبت إلى قاعدة حميمين وماذا تحدث حتى بشار حسكر ذهب قابل وزير الدفاع الروسي هذا الواقع وتدرك إيران في المقابل أنها لا تستطيع فعل شيء بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأرض السورية بدون الغطاء الروسي وهذه حقيقة شهدناها خلال العام الماضي هناك نقطة حقيقية أصبحت روسيا في الوقت الراهن أكثر من ما يمكن تسميته بقوة انتداب داخل الأراضي السورية هذه مكاسب حقيقية بالنسبة لروسيا أعتقد أن العقل الروسي يفكر الآن وبطريقة مختلفة بمعنى أنه يريد حقيقة المحافظة على هذه المكاسب دون أن تكون لديه خسائر ودون أن يتحول سوريا بالنسبة إليه إلى ما يمكن تسميته بالمستنقع الأفغاني وبالتالي هو يقدم الآن أوراق اعتماده لدى المعارضة يعني الحديث أو المفاوضات التي جرت أو الأحاديث أو الطرح السياسي الذي طرحته روسيا في أنقرة تحديدا أمام المعارضة وخاصة المسلحة منها أعتقد أنه متقدم جدا بمعنى أنه صحيح أنني لا أثق بالروس بمعنى أنهم دخلوا إلى سوريا وقالوا تحت عنوان مكافحة الإرهاب ومحاربة الإرهاب وهم قاموا بكل مجزرة لا تتعلق بأي إرهاب وليس تتعلق بمحاربته لكن في المقابل هم قالوا لفصائل المعارضة بشكل صريح وواضح نحن مع إعادة تأهيل الجيش السوري من خلالكم ومع قيادة سنية لهذا الجيش ومع ربما أكثرية من فصائل المعارضة تكون داخل المؤسسة العسكرية أو المنظومة العسكرية الأمنية القادمة في سوريا ودون أن تكون لديها محاصصة بمعنى أنه مستعدين يعطون الجيش السوري الحر كما قال الروس أكثر من 60% إلى 65% وأن تكون هذه القيادة قيادة الأركان بقيادة سنية وليست قيادة علوية لأن ما تهم روسيا حقيقة هو أن يحكم سوريا ديكتاتور يمكن التفاهم بالنسبة لموسكو معها كان رئيس الشيشاني تماما يعني هذه هي العقلية الروسية يجب أن ننظر لكن هم مازال متبقين ببشار الأسد كرئيس أنا في قناعتي أنا في إيماني لا يمكن لأي قوة في العالم أن تعيد إعادة بشار الأسد هذه حقيقة يعني الروس لا أظن أنهم أغبياء في السياسة ولن يستطيعوا مهما فعلوا لا إعادة بشار الأسد إلى المنظومة الدولية ولا حماية بشار من المنظومة الدولية يعني الحساب سيدرق بشار الأسد شاء من شاء وأبا من أبا لكن أعتقد أنه في ظل نضوج ما يمكن تسميته بالحل السياسي خلال السنتين ربما القادمتين أو السلس سنوات القادمة أعتقد أن رصاصات الرحمة ستطلقها روسيا وليست طرف آخر على رأس بشار الأسد عندما تكون خيوط اللعبة قد اكتملت في يدها يعني الروس خلال سنة ونصف تقريبا في سوريا الآن قد أنجزوا ما يمكن تسميته بأربعمائة وخمسين مصالحة محلية هذا يدلل أن الروس تواغلوا في الداخل السوري كما يجب وكما يتمنون يعني ونقرأ حقيقة تجارب الروس في الجمهوريات التركية عندما استولوا عليها صحيح أن جروزني تم تدميرها لكن أعادوا إنشاءها وأعادوا بنها بطريقتهم وبالتالي طب ماشي بعد هذا الحديث سأطيل معك جيتنا متأخر بعد هذا الحديث كامل تركيا تتفهم ما تريده روسيا هل روسيا الآن تبود يدها لتركيا لضمان وبقائها في سوريا هذا ما أعتقد وهذا ما أرى مقابل ماذا لكن مقابل تفاهمات تركيا تضمن مصالحة الطرفين وتقتنع روسيا فيما أظن أن الضامن لمصالحها في سوريا ستكون المعارضة وليس النظام سيكون قوى الثورة الحقيقية الذين هم قائد الشارع ولا زالوا يقودون الشارع وبالتالي صديقتهم الوفية تعتبر تركيا فروسيا حقيقة أعتقد أنها تقدم تنازلات تلو التنازلات لا أقول تنازلات بقدر ما هي ضمانة للمصالح من أجل المستقبل لأن روسيا تدرك فيما أظن أنها لن تستطيع أن تحقق بالطريقة الإيرانية أو بالمنطق العقل الإيراني في سوريا مهما طال زمان حتى لو كان 40 سنة كما قال بسامج عارة سأتحدث عن الشأن الإيراني لكن في القسم الثاني أو المحور الثاني بالبرنامج أرجو أن تبقى معي أستاذ زاهد قول شكرا لك أستاذ بسامج عارة الكاتب معارض سوري ضيفي من لندن عبر الأخمار الصناعية شكرا لك دكتور سلطان حطاب مدير دار العروبة لدراسات سياسية ضيفي من العاصمة الأردنية عمان شكرا لك أستاذ مسلم شعيت ورئيس المركز التقافي الروسي العربي ضيفي عبر سكايف فاصل أيها الأفضل ترجمة نانسي قنقر